هذا البرنامج برعاية جمعية رعاية الأيتام بجدة التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهي جمعية متخصصة في رعاية أيتام مدينة جدة وتنميتهم وتمكينهم وإسعادهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين مسمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم رحمات ربي وحلقتنا بعنوان كلمة طيبة ووجه طلق ضيفنا الدائم الدكتور نبيل الحمد رحمة الدكتور حياك الله حياك الله أقعاده وسلامي وتحياتي للجمهور الكريم ومن البدايات الجميلة هذه الأبيات التي تقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان اليوم كلامنا عن الدروس الربانية والتعاليم النبوية في بناء العلاقات البشرية حديثنا اليوم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم البر شيء هين كلمة طيبة ووجه طلق إذن دكتور نبيل ماذا تقول لنا في مقدمة هذه الحلقة أقول بعد الحمد لله رب العالمين أخي الكريم عادل وبعد الصلاة والسلام على رسول الكريم في برنامجنا هذا رحمات ربي من رحمات ربي أن أرسل لنا قرآنا يعلمنا كل ما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة ومن رحمات ربي أيضا أن أرسل لنا ولأهل الأرض كلهم نبيا خلف نبيا يعلمون الخير وآخر الأنبياء وسيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام حين أرسله ربه قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنسهم وجنهم وكل مخلوقاتهم وكما تفضلت في هذا الحديث البر شيء هين كلمة طيبة ووجه طلق سهل عملية البر ليست عبادات عديدة ليس قيام ليل ليس صيام نهار كلمة طيبة ووجه سمح نعم كذلك ماذا تقول في بداية هذه الحلقة عن آثار الكلمات ما هي ربنا عز وجل يعلمنا في كتابه الكريم فيقول الله تعالى في كتابه الكريم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فهذه الآية تتكلم عن أثر الكلمة كيف هذه الكلمة لو تأملنا التاريخ أخي الكريم عادل كم من الكلمات صنعت مآسي للبشر بل صنعت حروبا عالمية نتائج كلمات وكم من كلمات بين زوج وزوجته أو أب وابنه أو جار مع جار صنعت علاقات صنعت ود وكم من كلمات صنعت سلما بين الدول سبحان الله نعم أيضا ماذا يعلمنا ربنا في كتابه الكريم من القواعد الأخلاقية في اختيار الكلمات سبحان الله الغفور الودود قال الله سبحانه تعالى عن نفسه عن ذاته عز وجل إن الله بالناس لرؤوف الرحيم ويقول الله تعالى في تعاليمه لنا ونتأمل الآية وقولوا للناس حسن فإذا تأملنا كلمة حسن فعل مطلق يعني تحدث مع كل البشرية مسلمهم وكافرهم بأفضل ما لديك بدل يا أخي يا أستاذ بدل أن تقول يا عزيزي يا حبيبي ووصف الله أخلاق المؤمنين بقوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول فسبحان الله في هذه كلها تعلمنا من الأشياء الكثيرة ماذا قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون عليهم السلام حين أرسلهما إلى فرعون حين أرسل الله سبحانه وتعالى تخيل معي ربنا يقول في كتابه الكريم اذهبا إلى فرعون إنه طغى نعم طيب أوامر يا رب طغى ايش الطغيان ايش النتيجة لكن ربنا يقول لموسى وهارون هنا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى سبحان الله بكل اللطف تكلما معه يا موسى وهارون وكيف وصف كذلك أمهات وصحابته الكرام السليب النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار واستخدامه للكلمات طبعا الحديث عديدة رائعة في الشمائل النبوية نقرأها يعني مثلا جاء في البخاري الحديث عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في وصف النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان عليه الصلاة والسلام يحدث حديثا لو عده العد الأحصى يعني كان قليل الكلام عليه الصلاة والسلام وقال سيدنا زيد بن ثابت في البيهقي كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها عليه الصلاة والسلام معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها عليه الصلاة والسلام معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا وجاء أيضا في البخاري وصف النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا في حاجة ولا يذم ولا يعير ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه عليه الصلاة والسلام كيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع أصحابه رضوان الله عليهم نجد القدوة الكريم عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين كان محفزا ومشجعا لكل المجتمع لو أنا أو أنت وضعنا نفسنا مثلا مكان أبي بكر وعمر ما شعورنا إن قال عنا النبي عليه الصلاة والسلام وزيرايا في السماء جبريل وميكائيل ووزيرايا في الأرض أبو بكر وعمر تخيل شعور أبو بكر وعمر أنه مصف بشبه جبريل وميكائيل وكيف أنا لو كنت مكان عثمان حين قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تستحي من عثمان بن عفان رضي الله وتخيل معي موقف زوج ابنته فاطمة الزهراء علي بن أبي طالب السيدة فاطمة أخبرت أباها أن علي غضب منها وخرج وبات في المسجد ذهب يبحث عنه عليه الصلاة والسلام وجده نائم في المسجد على التراب فأخذ يهزه ويقول له قم أبا تراب قم أبا تراب تخيل والد زوجة يعمل نبيا ومن هو والد زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام فتجد اللطف في هذه التعاملات كلها هذا في المعارك مثلا أبو قتادة يقول عليه الصلاة والسلام نعم فرساننا أبو قتادة وخير رجالاتنا سلمة بن الأكوع فتجد المديح والثناء لكل صحابي نعم سبحان الله سبحان الله ما زلنا معك دكتور نبيل أعطيك العافية وأيضا مستمعين الكرام في هذه الحلقة ابقوا معنا هذا البرنامج برعاية جمعية رعاية الأيتام بجدة التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهي جمعية متخصصة في رعاية أيتام مدينة جدة وتنميتهم وتمكينهم وإسعادهم رحمة ربي معاد البارباع والدكتور نبيل حمد مرحبا بكم مستمعين الأعزاء أحب مكارم الأخلاق جهدي وأكره أن أعيب وأن أعاب وأصفح عن سباب الناس حلما وشر الناس من يهوى السباب ومن هاب الرجال تهيبوه ومن حقر الرجال فلن يهاب مرحبا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام وما زلنا مع الدكتور القدير نبيل الحمد وحديثنا في هذه الحلقة عن كلمة طيبة ووجه طلق كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجه وينصح عليه الصلاة والسلام في تخيره للألفاظ كان يختار الأفضل يعني مثلا سألت السيدة حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام عن أخيها عبد الله بن عمر فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبي عبد الله على قيام الليل وكان يبلغ من العمر وقته ثلاثة عشر عاما فقال لها نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم بليل يقول عبد الله فما تركت قيام الليل بعدها لم يشر إلى خطأ بل أشار أن الصح والأفضل قيام الليل أنس بن مالك يقول خدمت الرسول عليه الصلاة والسلام عشر سنوات والله لم يقل لي لشيء فعلت لما فعلت ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل بل كان يقول لي أنيس هل ذهبت أقول نعم وكان مرات إذا لقيه يقول له يا ذا الأذنين فكان كل من حول النبي عليه الصلاة والسلام يحظى بالمداعبة وباللطف نعم وماذا نتعلم من حبيبنا عليه الصلاة والسلام في أساليب التعامل مع المخطئ وتصويبه طبعا يعني قرأنا ربما في حلقات سابقة ولكن نعود ونقول معايب أبي سلمة كمثال لم يعلم أن الكلام في الصلاة لا يصح عطس رجل في الصلاة فقال له يرحمك الله غضب الناس نظروا إليه بزجر يقول فلما انتهت الصلاة فجاء لي الرسول عليه الصلاة والسلام فبأبي هو وأمي فلم ينهرني ولم يكهرني بل قال لي إذا دخلت في الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس فقط توجيه بدون أي نهر أو قهر وسبح الله كلنا يعرف الحديث المشهور فتى شاب سابع عشر يدخل على مسجد رسول الله يتأمل لو حصل هذا الموقف وقال يا رسول الله رافع عن صوته ائذن لي بالزنا كل الصحابة ينظرون باستهجان الرسول يقول دعوه دعوه اقترب تعالى تعالى فجاء بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فأجلسه أمامه فقال أترضاه لأمك قال لا قال الناس لا ترضاه لأمها أمها ترضاه لابنتك ترضاه لخالتك يعني كل سؤاله يجيب لا يعني أخذ وعطاء عشان يأخذ منه الفهم قال الناس لا ترضاه قال إذن يدعو الله لي يا رسول الله تأمر واحد جايب غزينه بعد يقول يا رسول الله تعيلي فوضع يده على قلبه وقال اللهم طهر قلبه وحص فرجه واغفر ذنبه فانظر إلى هذا التعامل اللطيف حتى مع مريد الخطأ الله عليه الصلاة والسلام ماذا أيضا عن الوجه الطلق من خلال الدروس والعبرة التي نستلهمها من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام طبعا أخي الكريم كلنا يعرف أثار الابتسامة سبحان الله جسديا داخليا وأيضا خارجيا يعني فمثلا يعني علميا ثبت أن الإنسان إذا كشر يحرك ثمانية وعشرين عضلة في الوجه إذا كشر هذا بس يحرك أربع عضلات فقط فالأريح للإنسان الذي يريد حياة مريحة هادئة يمشي مبتسما في كل مكان وأيضا ثبت علميا أن الإبتسامة في عضلات الوجه تزد من إفراز ما نسميه هرمون الأدرينالين وهي مادة مهدية تقضي على الثيروكسين وهي مادة مثيرة المكشر دائما يفرز الثيروكسين والمبتسم يفرز أدرينالين تقضي على الثيروكسين فهذه طبعا يعني الناحية الفيزيائية الطبية الجسدية في الإنسان نعم وأيضا نريد أن نعرف عن حديثنا عن بسمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآثارها في الصحابة رضوان الله عليهم نعم طبعا الحديث كثيرة جدا نذكر منها باختصار بسيط ما روته أمنا عائشة مثلا قالت كان عليه الصلاة والسلام ألين الناس وأكرم الناس وكان ضحاكا بساما وذكر الإمام علي رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام دائما البشر سهل الخلق لين الجانب وسيدنا عبد الله بن الحرث يقول ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله عليه الصلاة والسلام والغريب أيضا في البقاري جرير بن عبد الله فتى شاب صغير عمر كان 12 سنة يقول ما حجبني عليه الصلاة والسلام منذ أسلمت ولا رآني يعني كل ما قابلته وكل ما غادرته إلا ضحك لي كان يرى أن الضحك له ويروي الإمام أحمد في المسند عنه أنس بن مالك قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله وذكر أيضا نفسه أنس أن في صحيح مسلم أن الرسول مر بالصبيان يلعبون فسلم عليهم ولعب معهم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وأيضا ماذا نتعلم لمساته وتعابيره صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أيضا أنس بن مالك والحديث في الترمذية وابن ماجة كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا صافح الرجل أو صافحه الرجل هو أول من يمد يده وآخر من ينزع يده لا ينزع يده من الرجل حتى ينزع الرجل يده وإن استقبل الرجل بوجهه لا يصرف عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه طيب يا رسول عندك وقت أنت أبعثت يعني مدة 23 سنة فترة محددة لإنقاذ البشرية عندك وقت إذا واحد طال فيك نظر إليك ما يدير عينك عنه لأنه يدير عينه عنك فسبح الله هذا النبي ولا يرى مقدما ركبتيه بين يدي جريس الله سبحان الله وأيضا يعني أشياء عديدة جدا في هذا الأمر وبما أن في نهاية الحلقة الدكتور نبيل ماذا نقول في ختامها نعم يعني سيرة النبي لا تنتهي عليه الصلاة والسلام نذكر منها ما قاله الإمام أحمد في المسند في رواية عن أنس بن مالك أنه كانت الوليدة من أهل المدينة تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وتذهب به حيث شاءت وما ينزع يده من يدها عليه الصلاة والسلام مدرسة البشرية بارك الله فيك دكتور نبيل وبرك في علمك وفي عطائك وكذلك الشكر لكم مسمعين الكرام على طيب الاستماع شكر لكل من الزملاء مصطفى أصفري وعبد الله العامري من إخراج هذه الحلقة تحية مني أنا عادل بربع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية جمعية رعاية الأيتام بجدة وهي جمعية تسعى إلى تحقيق الريادة في بناء وتمكين الأيتام وأسرهم تنمية مستدامة ليكونوا أنموذجاً مجتمعياً فاعلة